عمر بن عمران شاب جزائري بيصحى من نومه بيجهز نفسه وبيتجه للمدرسة بس عمر ما بيرجعش للبيت مرة تانية عمر بن عمران بيختفي وبعد 28 سنة من اختفاءه قضيته بتصدم العالم العربي كله القصة حقيقي أغرب وأسوأ من الأفلام بس الفرق إن اللي حكيه النهاردة هي أحداث حقيقية حصلت على أرض الواقع السلام عليكم وأهلا بكم في قضية جديدة وحشتوني جدا جدا بحبكم كلكم شكرا لكل حد بيعمل لك من قبل حتى ما يتفرج وشكرا لكل حد بيدعمني وحب أشكر داليا على اقتراحها للقضية دي انتوا عارفين إن أنا مش بعمل قضية عربية كتير بس القضية دي بجد شدتني جدا وحب أشكرها مرة تانية وحب أقول لكم طبعا سامحوني في نقط الألفاظ وعادي جدا عدلولي في الكومنت تحت حبكم كلكم يلا بينا نبدأ بسم الله بطل قضيتنا النهاردة هو شاب جزائري اسمه عمر بن عمران الناس كتيرة كانت بتناديله عميرة عمر اتولد تحديدا سنة 1979 في منطقة الجلفة تحديدا في قرية جبلية اسمها الجديد عمر كان من عيلة كبيرة الأب والأم كان هو السابع ما بين تسع أبناء كان معروف عنهم حسن الأخلاق وعمر نفسه كان معروف إن شاب هادي جدا أخلاقه كويسة جدا عمره ما عمل مشاكل عمره ما مثلا شرب مواد مخدرة أو عارف صحبة سيئة الشخص كان كويس جدا القرية كلها كانت بتحب عمر وكانوا عارفين إن الوقت اللي هيشوفوا فيه عمر بن عمران لازم يشوفوا معايا الكلب بتاعه الكلب ده كان صديقه المقرب ومن أواخر الصور اللي اتخذت لعمر كانت مع الكلب بتاعه كانوا مرتبطين ببعض جدا وكان بياخدوا معاه في كل مكان عمر بيكمل المدرسة الابتدائية والإعدادية بس بعد كده بيشوف إنه خلاص اتعلم القرية والكتابة مش عايز حاجة أكتر من كده بيكرر إنه يروح يدخل مدرسة بتسمى مدرسة التكوين التكوين ده حاجة زي التعليم المهني عندنا المهم عشان يدخل لازم يسافر لمحافظة تانية عشان طبعا ما فيش مدرسة في القرية اللي هو فيها وفعلا عمر بدأ يعمل كده كل يوم بدأ كل يوم الصبح يركب ويروح للمدرسة وبعد ما بيرجع بيقابل صحابه يعودوا مع بعض شوية وبعد كده بيرجع يذاكر وينام في بيته وطبعا في الكرة كل الناس بيكونوا عارفين بعض وعشان كده عمر كان عنده صحاب كتير قوي وكان فيه ناس كتير بتحبه بس كل ده بيتغير في سنة 1996 ويقال سنة 1998 المصادر مختلفة بس المصدر الأضاق اللي شفته واللي المفروض إنه جاب الخبر الأصلي اللي اتنشر وقت اختفاء عمر كان سنة 1996 في يوم من أيام سنة 1996 عمر بن عمران بيصحى من نومه يوم روتيني جدا بيلبس لبسه وبيوضع أهله وبيتجه للتكوين المفروض إنه في العادة بعد ما بيرجع من التكوين بيروح يعود على القهوة أو يعود مع صحابه في بيتهم عموما لحد حوالي الساعة 7 أو 8 مساء بس 7 بتعدي وتمانية بتعدي وبنوصل لحد 12 بالليل وعمر ما بيرجعش للبيت الأهل هنا بيبدأوا إله جدا بيحسوا إن ابنهم جرالوا حاجة وفي نفس الوقت بيبدأوا يهدوا بعض بيحطوا تفسيرات منطقية يمكن في بيت صاحبه ده في بيت صاحبه ده وخدوا بالكم في الوقت دا التلفونات ما كانتش كتيرة ما كانش سهل إن انت تتصل بحد خصوصا في قرية زي دي ما كانش فيه أصلا تلفونات فبدأوا يدوا احتمالات إنه هو نسي عدى بيه الوقت ما خدش باله إن الوقت أخر بس الوقت بيعدي وبيعدي والأهل هنا بيتأكدوا إن ابنهم جرالوا حاجة بيبدأوا يخرجوا لأيام ثلاثة أيام كاملين هما بيخبطوا بيت بيت على كل بيوت صاحبه على أي حد يعرفه بيسألوا عن عمر وعمر مختفي تماما كل أهل القرية بيبدأوا يدوروا معاهم وبرضه ما بيوصلوش لأي نتيجة بعد أربع أو خمس أيام من اختفاء عمر الأهل هنا خلاص بيكرروا يروحوا للشرطة بيروحوا بيدهم وصفات عمر وبيبلغوا إن هو مختفي بس بيعدي الوقت والشرطة ما بتعملش حاجة وهنا بقى الكل بيبدأ يحط نظريات عن اللي ممكن يكون حصل لعمر طبعا في الوقت ده ما كانش فيه استقرار في الجزائر وهنا شكوا إن جماعة ما قتلوا عمر وتم تصفيته وعمرنا ما هنلاقيه وفي ناس تانية شكت إن عمر شاب عنده 16 سنة ممكن يكون مش حابب إنه يعيش في القرية فهو هاجر وسافر لمكان ما ومش هيرجع مرة تانية بس كان فيه شخص واحد ضد كل الكلام ده وهي أم عمر أم عمر القلبها كان بيتقطع على ابنها أم عمر قالت أنا ابني لو نوي هاجر لأي مكان كان قلي وأنا ابني ممتش أنا قلبي حاسس إنه عمر لسه عايش وموجود الأهل مبطروش يدوروا على عمر بدأوا يسألوا عليه في كل مكان راحوا للتكوين استمروا في البحث عنه الفترة طويلة ويقال إنهما تلعوا في برنامج تلفزيوني اسمه كل شيء ممكن بس تم تجزيب الخبر وتلعى إن فيه تشابه ما بين الحالة اللي في البرنامج وده كان شاب مختفي تاني خالص مش عمر بن عمران بس أهل عمر بن عمران ما أصروش أبدا في البحث عنه وفي الأسبوع الأول من اختفاء عمر الكلب بتاعه الكلب بتاعه بدأ ينبح يقال لشهرين ويقال لأسبوع كامل بدأ ينبح قدام بيت جار البيت ده على بعد سبعين متر بس من بيت عمر بن عمران مش بس كده الشخص ده كان بيعمل زي يعني اجتماعات للأصدقاء بيعودوا يصهروا مع بعض وعمر أوقات كان بيروح يصهر عنده المهم الأم بتحس أن في حاجة غلط بتبدأ تقول للناس القريبين منها الكلب ده شامي مريحة ابني أنا ابني في البيت ده وكل اللي حواليها بيبدأ يكذبها بيقولوا أن الأشخاص اللي في البيت يعني ده محترمين جدا ما يعملوش حاجة زي كده أصلا كانوا بيدوروا معانا على عمر فممكن يكون الكلب متلغبط في الريحة أو حاجة ممكن تكون ريحة عمر لأنه كان بيروح هناك مش أكتر إنما ابنك ما حصلوش حاجة في البيت ده والأم بترجع تاني تقول لا أنا ابني عايش وابني ليه علاقة بالبيت ده بس طبعا لأينا محدش تصدقها ما فيش أي حاجة بتحصل اللي بيحصل إن الكلب بيصحوا بيلقوا مرمي قدام باب بيتهم مقتول متسمم وفيه حبل مربوط حوالي الرقابته والأم هي الوحيدة اللي بتحس ندير رسالة واضحة الأم هي الوحيدة اللي بتربط الأحداث الأم بتشك إن الجار شاف إن الكلب هيفضحه وإن ابنها فعلا موجود هناك وعشان كده تخلص من الكلب بس برضو محدش بيصدق الأم محدش بيقولها أنت كذابة بس ما بيبدأوا يقنعوها بالمنطق وبيبدأوا يهدوها الأم دي صحتها بدأت تتعب بدأت تتدهور كتير كتا كانت كل شوية تمرد وتخف تمرد وتخف والكل شاف إن أم عمر انطفت تماما من بعد اختفاؤه طبعا بيعد شهور وزنين وخلاص الناس بطلت تدور على عمر ناس كتير من أهل عمر بدأوا بالفعل يترحموا عليه كلهم كانوا وثقين إنه مات وإن خلاص حتى لو الجسر مش موجودة هم بيترحموا على روحه إلا الأم بس الأم من كتر الضغط ومن كتر الوقت اللي بيعدي بدأت تحزن بينها وبين نفسها بدأت تحس إن ممكن يكون إحساسها غلط ممكن يكون ابنها مات وعشان كده صحت الأم بدأت تتدهور أكتر وأكتر وفي سنة 2013 أم عمر بتتوفى وآخر كلمة بتقولها قبل ما تموت بلغوا سلامي لعمر طبعا الكل بيكون شايف إنه ما قدرش يقولها حاجة في وقت زي ده وعشان كده بيقولوا لها تمام هنبلغوا بس الكل بعد كده وبعد الجنازة بيبدأوا يترحموا على شخصين من العيلة مش شخص واحد عمر وأمه الأهل بيفضلوا فاكرين إن ابنهم ميت من سنة 1996 لسنة 2024 وهنا بتحصل الصدمة اللي بتغير مصاري القضية دي تماماً وفجأة كده بينزل بوست في جروب على الفيسبوك اسمه أخبار بلدية الجديد في الوقت ده كل القرية جوه الجروب ده أصلاً كل الناس اللي في القرية بدون استثناء بيشوفوا البوست والبوست بيكون مكتوب فيه بن عمران عمر مختفي من أكتر من 30 عام موجود في بيت عطية بين علي ومخبيه في بيته الناس بتشوف البوست هيبقوا هيتجننه الأهل والكل بيبدأوا يشكوا إنه ده حد بيهزر بس ليه حد يلعب بمشاعر أهل زعلنين على ابنهم بعد السنين دي كلها بيحسوا إن في حاجة غلط كمان البوست ما بيكونش فيه اسم يعني بيبقى منشور من الجروب نفسه إنه ما فيش اسم للشخص اللي نشره وهنا بيبقوا هيتجننه ويعرفوا مين الشخص ده وليه نشر بوست زي ده فيه ناس بتاخد الموضوع إنه هزار سخيف وفيه ناس تانية بتبدأ تحس إنه لأ وإيش معنى اختار الشخص ده والمشكلة هنا إن الشخص اللي اتكتب اسمه هو راجل عمره واحد وستين سنة محترم جدا ومعروف جدا في القرية وعايش لوحده وكمان جار لعمر بن عمران الشخص ده كان اسمه بفريكش بن عطية وشغال حارس للبلدية هو نفسه لما بيشوف البوست والكلام بيبدأ يكذب الإشاعات اللي بتطلع وبيبدأ يقول أنا مفيش حد في بيتي أنا عايش لوحدي أنا معرفش أي حاجة عن الكلام ده وفجأة كده بينزل بوست تاني على نفس الجروب وبيكتب فيه الكلام اللي قلته على بفريكش بن عطية كان كله كذب وأنا قلته لإنه عندي مشاكل عائلية معاه طبعا ده بيزود الشك أكتر الأهل هنا بيشكوا إن فيه حاجة غلق جدا وإن احتمال الشخص اللي يتكلم عنه في الأول ده شخص يعرفه من أهله ومخبي حاجة وفي نفس الوقت الشخص ده خاف لإنه حس إن الشرطة هتدخل في الموضوع فعلى طور رجع وكتب البوست ده يقال هنا إن هما بيروحوا للشرطة والشرطة هي اللي بتتحرق وبيعرفوا مين اللي كتب البوست ويقال برضو إن هما عرفوا عن طريق تقريبا الشخص اللي ماسك الجروب في النهاية بيعرفوا إن اللي كتبت البوست هي أخت بفريكش بن عطية وهنا الشك بيزيد أكتر والناس هنا بتبدأ تفكر إن فيه حاجة غلط لأخته حتى لو فيه مشاكل عائلية ما بينهم تسيب كل الحاجات اللي بتحصل في العالم وتتهمه بموضوع عد عليه حوالي 28 سنة وهنا بتبدأ تطلع إشعاعات كتيرة جدا وبيبدأوا يشكوا إن ممكن جدا بفريكش بن عطية يكون ليه يد في اختفاء عمر خصوصا إن عمر كان بيروح يصهر في بيته كمان بيت بفريكش بن عطية هو نفس البيت اللي الكلب فضل ينبح عنده شهور وإلي الأم ماتت وهي شكة إن ابنها موجود فيه عشان كده بيروحوا للشرطة وبيبلغوهم بالكلام ده كله بس الشرطة بتقول إن هم ما قدروش يتحركوا من غير ما يكون فيه أي دليل مادي الأهل بيستنوا ثلاث أيام من بعد البسط وتحديدا في يوم 13 مايو سنة 2024 اللي هو يوم الاتنين اللي فات الأهل هنا بيجمعوا بعضهم وبيكرروا يروحوا البيت بفريكش بن عطية ابن عم عمر قال إنهم كانوا حوالي 12 أو 13 شخص بيتجمعوا بيروحوا بيخبطوا على الباب ولما بيخبطوا على الباب بيفتح بمنتهى الزوء والاحترام هنا بيقولولو سبنا ندخل نفتش البيت إحنا مش عايزين مشاكل ولا فضايح لا ليك ولا لينا لقينا ابننا خير ما لقيناهوش إنت كمان هتتنفي عنك كل الإشعاعات اللي بتطلع عليك الراجل بيقبل وبيدخلهم بيخشوا بيلاقوه بيت طبيعي لشخص أعذب عمره 61 سنة بس في نفس الوقت في شخص بياخد باله من الحظيرة اللي موجودة في البيت واللي معروف إن بفريكش يعني بيربي فيها الغنم والمشاية وكده الشخص ده بيفتح باب الحظيرة وبيدخل وشوف إنها عادية في الأول بس بعد كده بيحس إن في جنب من الجوانب فيه كومة تبني كبيرة محطوطة بشكل مش طبيعي وكتيرة جدا في المنطقة دي لما بيسأله بيرد بيقوله ده أكل المشاية يعني أنا هأكل المشاية بس هو بيقرب وفي ناس تانية بتاخد بالها وبيقربوا معاه ولما بيقربوا بيشوفوا إن التبني ده مرصوص على شكل الدائرة وفي وسط الدائرة دي في حفرة والحفرة متغطية بباب خشبة ولما بيشيلوا التبني وبيفتحوا الباب الخشبة ده المنظر اللي بيشوفوه لقوا راجل موطي راسه التحت عنده لحية طويلة وزي ما يكون خايف منهم بس بدأ يهز راسه بمجرد ما رفع راسه الفوق الكل عارف ملامح عمر بن عمران اللي مختفي قبل حوالي 28 سنة بتكون صدمة للكل على طول بيتم الاتصال بالشرطة اللي بيملوا المكان عمر بمجرد ما بيخرجوا من الحفرة بياخدوا بلهم إنه شكله لابس لبس نظيف واضح جدا إنه بيأكل أكل كويس واضح كمان إنه عمر يعني مفيش أي إزاءات عليه يعني مش مضروب مفيش أي حاجة بالعكس اللحية بتاعته كانت طويلة بس يعني كانت متهندمة زي ما بيقولوا شعره كان متزبط كل حاجة فيه كانت سليمة الحاجة الوحيدة إنه كان شبه مشواعي عمال يتلعصم في الكلام مش عارف يكون جملة مفيدة بس كل ده بيتغير بمجرد ما بتيجي الإسعاف وبمجرد ما بيخرجوا عمر بن عمران من البدة عمر دخل للحفرة دي وهو عمره 16 سنة وخرج منها وهو عمره 45 سنة يعني إحنا بنتكلم في حوالي 28 سنة عمر كان عايش على بعد 70 متر من بيته والعقل والمنطق هنا بيقول إزاي ما حاولش يستغيث بعد إزاي الشخص ده إدري يخبيه بالطريقة دي طول الوقت ده محدش حاس بوجوده وفي الوقت ده الشرطة على طول بتلقي القبض على بوفريكش بنعطية اللي طبعا اتفضح قدام كل الموجودين وبتاخدوا المركز الشرطة وبعد كده بيقبضوا على عيده بالكامل لأنه بيكون في شك قوي في مصادر كتير بتأكد إن عيلته كانوا عارفين باللي بيعمله وأكبر دليل إن أخته لما دخلت في مشكلة معايا أول حاجة عملتها فضحيته بالموضوع ده وعشان كده هم حاليا كلهم مقبود عليهم بيتم التحقيق معاهم وطبعا إحنا وثقين في القضاء الجزائري إن أكيد حق عمر مش هيضيع عمر بمجرد بقى ما بيخرج حالته بتتغير كأنه تحاول بني قدم تاني أو فاق من صدمة بيبدأ يتكلم مع كل اللي موجودين بيبدأ يسلم على كل واحد باسمه حتى الناس اللي كبرت هو عارف كل الموجودين بيبدأ يقول إنه كان بيشوف أبوه كل يوم من الشباك وهو راح يصلي وإنه كمان شاف جنازة أمه وهم طلعين بيها الكل بدأ يسأله طب إنت ما كنتش بتتكلم ليه ليه ساكت وعمر هنا بدأ يقول إنه أوقات كتير الراجل ده كان بيسيبه يتحرك في البيت بس في منطقة معينة وريبة جدا من الباب مجرد ما كان بيقرب منها كان بيحس كأن جسمه كله بيتشل فيه كوة غريبة منعاه من إنه يقرب من المنطقة دي أو إنه يخرج من البيت كمان ما كانش بيقدر يصوت أو ينادي عليهم كان بيحس إن فيه حاجة برضو منعاه إنه يتكلم وده اللي منع عمر إنه يحاول يتواصل أو يطلب المساعدة من أهله طول الوقت ده وطبعا عمر هنا بيروح مع الإسعاف عشان يتم علاجه وتهيئته عشان يقدر يرجع يعيش تاني كشخص طبيعي أتمنى يعني إنه يقدر يعمل حاجة زي كده وربنا يصبر أهله لأن على فكرة الوضع ده مسهل أبدا أما بالنسبة بقى البفريكش بنعطية هنا الكلام بيختلف شوية أهل الكرية في الغالب بيقولوا إنه راجل مسن عمره واحد وستين سنة شغالته لعمره حارس للبلدية في نفس الوقت عنده أغنام وماشية بيطلع يرعاهم في وقت فراغه الشخص ده ما بيفوتش أي صالة نهائي بيصلي كل صالة في وقتها والشخص ده في التسعينات كان بيجمع أصدقاءه كلهم يجوا يصاروا في بيته ويعودوا معاه واللي كان من ضمنهم عمر بن عمران بس فجأة بعد كده الزيارات وقعدات الصحوبية دي بدأت تقل جدا عن الأول بدأوا يحسوا إنه دايما هو اللي بيخرجوا من البيت إنه منادر إنه يدخل حد جوى بيته لحد هنا بتخلص المصادر الرسمية كل اللي هقوله دلوقتي هي نظريات وتخمينات من أهل الكرية ومن الجران بيقولوا هنا إن عمر بن عمران من وهو صغير الكل كان بيقول لأمه تخاف عليه لأنه شخص زهري أو زهري وإن فيه علامة بطول يعني خط بطول كاف في إيده اليسار وفي نفس الوقت فيه علامة في عينه بدأوا يقولوا لها خافي عليه لأن الأشخاص دول بيتم استخدامهم كتير في فتح المندل أو يعني البحث عن الكنوز المدفونة إنه عموما الصحراء بيحتاجوا الأشخاص دول في أعمال كتير رائوي وهنا بقى الشخص اللي كانوا بيقولوا إنه ما بيسيبش أي صلاة وبيصلي كل صلاة في الجامع في ناس تانية طلعت قالت لأ الشخص ده ساحر وطول عمره بيشتغل في أعمال السحر وش عوزة وبدأوا يقولوا إن الحاجة اللي ما خلتش عمر بن عمران يقدر يخرج من البيت هو إنه كان رصده معرفش بتعويزة معينة يعني إنه ما يقدرش يخرج من البيت يعني البني قدم كان مرصود إنه هو يفضل في مكان معين ما يقدرش يخرج منه الله أعلم طبعا الجن مذكر في الكرآن بس أنا اللي بقوله ده أنا معرفش صحته من عدم صحته هل ده اللي حصل فعلا ولا لأ هل الشخص ده فعلا بيحضر جنه وكان مقعد عمر معاه الوقت ده كله وبيستخدمه في تحضير الجن هل فعلا كان بيأكله وبيشربه ومعايشه معاه وملبسه اللبس ده عشان يفضل يساعده في تحضير الجن هل فعلا في تعويزة معينة كانت بتمنع عمر إنه يتكلم أو ينطق لما يشوف أهله أنا مش هارفة بصراحة كمان من أقوال عمر إنه كان بيطلب مصحف عشان يدعي ويقرأ قرآن من بفكريش بنعطية بس دايما كان بيرفض ما قبلش أبدا إنه يديله أي مصحف ممكن جدا تكون دي أعمال شيطانية ممكن جدا تكون دي حالة نفسية ممكن يكون البني آدم ده زرع حالة رعب جديدة جدا داخل عمر خلته ما يتجرقش ينطق أو يوصل لمكان معين كمان خلت عنده رهبة من الخروج من البيت ودي حاجة بتحصل كتير بس العكس النظرية دي إنه عمر بن عمران بمجرد ما خرج من البيت رجع طبيعي بدأ يتكلم الخوف والتلعثم اللي عنده ده كله راح وده معناه إنه ممكن تكون في أعمال شيطانية الله وأعلم أنا بقول لكم كل اللي بيتقال في نظرية تانية مش كويسة إن الشخص ده الله وأعلم كان عنده ميول شزة وكان يعني بيختف عمر عشان يعتدي عليه وده السبب اللي خليه ما يتجوز طول عمره لإنه بينجذب للرجال الحاجة التالتة بقى وهي متلازمة استوكهولم في المتلازمة دي الضحية بيجي لها حب نحية الجاني أو نحية الشخص اللي خطفها بتنشأ علاقة قوية ما بينهم خصوصا إن الراجل ده كان وحيد جدا ممكن جدا يكون عمر تعاطف معاه وبدأ يحبه مع الوقت خصوصا إن الشخص كان بيعمله كويس كان يعني بيعمله كل طلباته ومعايشه معاه يمكن عمر تعاطف معاه وحبه خصوصا إنه وحيد ومعندوش أي حد ومعندوش أي ولاد وكمل معاه بس ليه حالة الراب وموضوع إنه بيتغير من جوه البيت ويطلع بره يتكلم كويس دي نظرية استوكهولم بردو يعني ما بتفسرهاش وبنرجع تاني لأعمال السحر والشعوازة وآخر حاجة وهو الغرض الأخير للخاطف فيه ناس شافت إن الشخص ده شاف إن عمره عدة ما عندوش أبناء عمر لما كان بيصهر معاه بدأ يحبه بدأ يحس إن هو زي ابنه يعني وهو وحيد وعمر برضو عنده ثمان إخوات فقرر إن هو يخطف واحد منهم عشان يفضل عايش معاه عشان ما يحسش بالوحدة ويبقى عنده ابن وبرضو عشان كده إحنا ما شفناش أي أذى على عمر مع الأسف كل اللي بقوله ده نظريات وكلام الحقيقة فين لحد يومنا ده إحنا ما نعرفش بس أظن إن هيحصل تطورات كتيرة جدا في القضية وبس حابة تقوله لأيكم تحت أنتم مصدقين أي نظرية فيهم شايفين إيه في العالم خلى عمر ما يقدرش يتكلم وهو على بعض كام متر من أهله وعلى فكرة في قضية أجنبية قوية جدا شبيهة جدا بقضية عمر بس تفاصلها أسوأ شوية لو حابين برضو أن أنا عاملها قولولي في الكومنت تحت وبس كده شكرا لداليا مرة تانية ولو أي حد عنده أي ركوس يعني عنده أي قضية عايزنا عاملها ابعتلي على الإنسة هتلاقيني برد بسرعة وإن شاء الله لو في معلومات عنها عاملها وبس كده أحبكم كلكم ما تنسوشوا اللايك لو عجبكم الفيديو أشوفكم في قضية جديدة سلام